اشتركوا في القناة المجلس الاعلى للمرأة وكأس مركز البحرين للمجوهرات وكأس البورش وكأس شركة ساكس فيف ايفينيو وذلك على مذمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفب الصخير شهد السباق اقامة النسخة الاولى لامسية رويلتي لسباق الخيل حيث تم تنظيم فعالية خاصة بهذه المناسبة بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسط حضور عدد من اعضاء المجلس الاعلى للمرأة وجمع من الشخصيات النسائية ومشاهير الاعلام والمدعوين وسط ترتيبات تنظيمية مميزة حازت على اشادة واعجاب الحضور مما ساهم في انجاح الحدث تم تتويج الفائزين بقؤوس السباق حيث قامت الشيخة حصة بنت خالد الخليفة بتقديم كأس المجلس الاعلى للمرأة الى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة فيما قدمت السيد الكزاندر فون مديرة شركة ناساكس فان ايفانيوش كأس الشوط الثاني الى السيد سعيد عبدالله المتاح فيما قام السيد حسين شيرازي المدير الاداري لشركة بهبهاني واخوانه بتقديم كأس البورش للشوط السادس الى سيد طالب مجيد وكأس البورش للشوط السابع الى الملك الفائز الشيخ ابراهيم بن محمد الخليفة فيما قدم السيد احمد شيرازي المدير الاداري لمركز البحرين للمجوهرات كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى الخليفة وكأس الشوط الثامن الى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية اشواط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة